مكوينة وده المدرب بتاع او المدير الفني بتاع سانداونز كان له تصريحات صحفية بيحلل فيها فريق النادي الاهلي قال ايه اولا طبعا هم نازلين كانوا في اسكندرية قالوا امكانيات رائعة استطعنا التأقلم عليها امكانيات جيدة استشفاء جيد هدوء قدرة على التركيز في مباراة تكون صعبة لن تكون سهلة الاهلي يتحدث نفس لغتنا ويعرف انها لن تكون مباراة سهلة وقال رولاني مكوينة شاهدنا مباراة الاهلي ضد مصر للمقاص من خط الدفاع الاساسي شارك ياسر ابراهيم فقط طبعا هم عارفين يعني وبيقول ان قيل لي ان اكرم توفيق مصاب ولكن في كرة القدم لا احد يعرف ما سيحدث لديهم محمد هاني ايضا في مركز الظهير الايمن وقال رولاني لدى الاهلي ايمن اشرف الذي يستطيع اللاعب كظهير او مدافع ثالث وميعرفش ان هو مش في القيمة خالف وقال الاهلي كان قويا وعنيفا في كاس العالم للاندية عندما تلقى هدفا ضد بالمراس غير طريقته من اللعب بثلاثي خلفي للعب برباعي دون اجراء اي تبديلات لديهم وسط ملعب قوي وهذا امر يميزهم بغض النظر عن الطريق واستدرك كلامه وقال اليو ديانج مميز سواء كان يلعب في المركز رقم 6 او 8 وحمد فتحي الذي يمنح الفريق العمق والسلية الذي يطور الهجوم وقال هجوم الاهلي عنيف سواء لعب بجناحين ومهاجم او بصناع لعب خلف محمد شريف الذي يتحرك خلف الدفاع او حسام حسن الذي يلعب بين الخطوط ويساعد في التحضير طبعا واضح جدا ان رولاني مكوينة دارس جدا النادي الاهلي طبعا وقال نعرف مدى قوة الاهلي شاهدنا مباراته في تلك الاونة يكون التحضير مباراة غير مرئية من قبل الفريقين يجب ان يكون هناك اي تفاصيل لم نحضر له ده كلام رولاني مكوينة المدير الفني لسانداون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة